صلاة الساعة الثانية عشرة من اليوم المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجوه أن يغفر لي خطاياي مما زامير أبي داود النبي بركته علي أمين من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مزغيتين إلى صوت تدرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامه هللوا يا يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه كذلك المجازات على نفسي فليتك الإسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد هللوا يا أذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم للرب ونذر لإله عقوب إني لا أدخل إلى مسكني بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما أو لأجفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله عقوب ها قد سمعنا به في أفراثا ووجدناه في موضع الغابة فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك حلف الرب لداود حقا ولا يخلف لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد ها هنا أسكنوا لأني أردته لصيدها أبارك بركة لمساكينها أشبع خبزة لكهنتها ألبس الخلاص وأبرارها يبتهجون بتهاجا هناك أقيم قرنا لداود هيأتوا سراجا لمسيحي لأعدائه ألبس الخزي وعليه يزهر قدسي هللوا يا هو ذا ما أحسنا وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحيا لحية هارون النازلة على جيب قميصه مثل ندا حرمون المنحدر على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد هلله يا ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وبارك الرب يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض هللوا يا على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقون إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح صهيون كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة إن نسيتك يا أورو شليم أنسى يميني ويلتصق لساني بحنكي إن لم أذكركي إن لم أسبق فأرتب أورو شليم في ابتداء فرحي اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورو شليم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتنا طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة هلله يا أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة تكثر التطلع على نفسي بقوة فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال ويعاين المتواضعات والكائنات يعرفها من بعد إن سلكت في وسط الشدة تحييني على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك الرب يكافئ عني يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا تتركها هللوا يا يا رب إليك صرخت فاستمع لي أنصت إلى صوتي تضرعي إذا ما صرخت إليك لتستقم صلاتك البخور قدامك ليكن رفع يديك ذبيحة مسائية ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي ولا تم القلب إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع الناس فاعلي الإثم ولا أتفق مع مختاريهم فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخاطئ لا يدهن رأسي لأما صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض إن شقوا على الأرض تبددت عظامهم عند الجحيم لأن عيوننا إليك يا رب يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعلي الإثم يسقط الخطايا في شبكته وأكون أنا وحدي حتى يجوز الإثم هللوا يا بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرعت أسكب أمامه توسلي أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخ تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المغرب مني وليس من يسأل عن نفسي فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء أنصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا نجني من الذين يطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني هللوا يا سبحي يا نفس الرب أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلكوا كافة أفكارهم طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه الحافظ العدل إلى الدهر الصانع الحكم للمظلومين المعطي الجياع الطعام الرب يحل المقيدين الرب يقيم الساقطين الرب يحكم العميان الرب يحب الصديقين الرب يحفظ الغرباء ويعضض اليتيم والأرملة ويبيض طرق الخطاه يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صهيون منذ جيل إلى جيل هللوا يا سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح الرب يبني أورو شليم الرب يجمع متفرقي إسرائيل الرب يشفي المنكسري القلوب ويجبر جميع كسرهم المحص كثرة الكواكب ولكافتها يعطي أسماء عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا إحصاء لفهمه الرب يرفع له دعاء ويذل الخطات إلى الأرض ابتدئ للرب بالاعتراف رتلوا لإلهنا بالقيثار الذي يجلل السماء بالغمام الذي يهيئ للأرض المطر الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر ويعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل يسر الرب بخاء فيه وبالراجين رحمته هللوا يا سبح الرب يا أور شليم سبحي إلهك يا صهيون لأنه قد قوم غاليق أبوابك وبارك بنيك فيك الذي جعل تخومك في سلام ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا الموقف ثلجك الصوف المذر الضبابك الرماد ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم يرسل كلمته فتذيبه تهب ريحه فتسيل المياه المخبر كلمته ليعقوب وفرائضه وأحكامه لإسرائيل لم يصنع هكذا بكل الأمم وأحكامه لم يوضحها لهم هالليلويا من إنجيل معلم القديس لوق البشير بركته علي أمين وإذا إنسان كان بؤور شليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعا عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأما عينيا قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس أتيت خلصتنا وذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونا لكن توبي يا نفسي ما دمتي في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلصني المجد للآب والابني والروح القدس لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحا لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأيا جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة أيها المسيح إلى هنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شوع علاهوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على ثراشي المتهاون في حياتي لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين أيها العذراء الطاهرة سبلي ظلك السريع المعونة على عبدك وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني وانهضي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا ومتزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد آمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكال عليك لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه اسمعنا يا الله مخلصنا يرجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنر لي برك يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك يا رب صرت لي ملجأا من جيل إلى جيل أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب اتجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيمي القلوب لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد آمين جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجد اسمك القدوس كصالح ومحب البشر وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق وأرسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر ألاتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين